كاسر مصطفى لا أكثر كل سنة وانت بخير بسعى وسعادة ببرو كل سنة وانت بتصير افضل افضل بالنسبة للخطة تبعك عندي سؤال ايش انسب شهر على حسب خبرتك عندي سؤال عندي سؤال ايش انسب شهر على حسب خبرتك في قطر يتم في التوظيف ابعد عن اشهر الصيف 7 8 9 هدول بعد عنهم يعني كثير ناس بتطلع اجازات وبتصير انت مش قادر تلاقي وظيفة وفي ناس كثير من الاجوي هاي الفترة يقسوا وقالوا انه اكيد ما رح لاقي وظيفة في قطر ابعد عن اشهر الصيف بالنسبة لانسب اشهر هي حسب الوظيفة يعني مثلا التعليم والتعليم العالي او الشهر الماضي كانوا نزلين اعلان انه بدنا نوظف الجيش قبل تلت شهور او شهرين كان منزل اعلان انه بدنا نوظف سو الفكرة في الموضوع انه انت تابع الوزرات اهم اشي المواقع اللي انا حاطتها للوزرات تابعها بالفيديوز اللي موجودة على الشانل قبل هيك يا ريت تحضرها الهندسة ان جنرال ابعد عن الاجازات الصيفية يعني 7 8 9 انساهم 10 ببلش 11 great 12 great 1 great واحد واثنين بصير فيه اجازة فابعد عنهم 3 و 4 و 5 هدول great و 6 ببلش اخر سو هذا هو الاشهر طبعا في رمضان صعب في رمضان انا مرات بحس هيك سلاحة واحدين في رمضان الحكومة صعب انسى الموضوع الشغل الخاص مرات بصير بدنا نوظف لانه عندنا مشروع في رمضان وكل ناس عندها فكرة انه في رمضان صعب سو بنصير مش ملاقين حدا نوظفه فانت ما تقطع في رمضان حاول بس ما تبذل كل جهدك في رمضان ايش انسى بشهر يجي لقطر للشخص يبحث عن عمل في عامل في قطر لانه الحرارة كثير عالية الرطوبة كثير عالية والاجواء ما بتساعد كثير سبعة ثمانية تسعة ابيض عنهم ستة كمان خليك بين عشرة واحد اثنين ثلاثة اربعة وخمسة هدول تعال اهلا وسهلة فيك في دولة قطر كمان الشتاء في قطر يبدأ من شهر كام؟ اخر شهر عشرة ابحث عن عمل في الشتاء افضل مع اني انسلخ انسلخ في الحر ابحث عن عمل في الشتاء افضل الموضوع انه كمان مش بس انك انت تبحث في الشتاء ريتيلا في الموضوع ان الطلب على الوظيفة التي تنت Elizabeth لينا ب أن يجول موصل países facile هي الفكرة في الموضوع ان تجد عددها في قطر اكثر بس بالصيف تصل تروح اكثر فهي الفكرة في الموضوع انك wherein تجد طلب aliدي و هو sur المدرسة بصير في المصاريف أكثر للمدارس مثلا فأكيد رح يبعده شوي الأهل عن شرية الأواعي والمستلزمات الكمالية بروحوا على الدفع مصاريف المدرسة أنت سوءن فهذا هو اللي أنا بحب أحكي عن هذا الموضوع شكرا كثير 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 للسؤال هذا لأنه كثير مهم اللي بعده مهندسة معمارية بخبرة سبع سنوات من الجزائر أو مشتركة من الجزائر مهندسة معمارية خبرة سبع سنوات فيه فرص عمل فيه قطر والله يزيكم الخير طبعا في المجال الهندسي حاليا فيه فرص عمل في دولة قطر صعوبة الحصول على المهنة أو على الوظيفة يعني زي أي دولة فيه مرات تقدر تحصل عليها بسرعة إذا كان عندك السكيلز اللي أنت مطلوب منك وإذا كان فيه عندك علاقات توصلك للشخص المسؤول عن التوظيف فهي هذا هو اللي رح يساعدك على أنك أنت تتوظف في الحالات الأخرى فأنت محتاج أنك أنت تبحث عن الوظيفة وتأبلاي وأنك أنت تثبت السكيلز الموجودة عندك وتقدر تدخل على هذا الفيلد وتتوظف الهندسة المعمرية حاليا فيه عليها طلب في دولة قطر قديش السكيلز الموجودة عندك في عدد سنوات الخبرة اللي مطلوبة منك هذا هو اللي بيلعب دور كريتيكال في أنك أنت تتوظف أو لا بنصح الكل يروح على فيلد ويتعلم السفتويرز والمانجمينت بروسيجرز والبروسيجرز اللي بيمشي في هذا الفيلد خاصة في الهندسة المعمرية والتخصصات الثانية طبعا في البروجيكت الميجا راح يكون مطلوب هذا الفيلد السلام عليكم ممكن أتواصل مع حضرتك أريد تفاصيل العمل في قطر للمعنده الشهادة أهل وسهل أي حدا بديو يتواصل معي زي ما حكيت في كل الفيديوز اللي قبل فيسبوك، انستغرام، واتساب، الويب سايت، الإيميل كل هاي طرق التواصل موجودة وبحطها دائما في آخر كل فيديو فاللي بديو يتواصل معي أهل وسهل في أي وقت بس لا تزعل إذا أنا تأخرت في الرد لأنه مكون صار عندي شيء معين مشكور أخي على كل مانوات يريد أن أعرف أن هناك فرصة إيجاد عمل في مجال عون أمن ووقاية سبرفايزر، اتش اي او في مجال لوجيستيكس كل مجالات أصدقائي فيها مجال لك أن تحصل الوظيفة للموضوع حكيت بيعتمد عليك لكن في هدول الوظيفتين تحديدا بدك تواصل مع الشركات المقاولات بشكل كثير كبير والشركات المقاولات هي الممكن أنها تستفيد منك بشكل كبير اليوم شرحك ممتاز ومختصرولي بالموضوع أشكرك ما عدة براءات اختراكي بدي أتواصل بدك تشوف الجهات اللي بتراها هذا الموضوع وحط يعني أذكر عندي براءة اختراكي كذا وكذا وكذا عشان نقدر نعرف إيش التوجيه المناسب المصريين ليوم بيز زيارة حاليا أنا شفت يعني في أصدقاء مصريين بيجوا زيارة بس يمكن قدمين من قبل إن شاء الله يفرجها على الكل في بيز زيارة عم تطلع بتصفي أنت وحظك وكيف برده على الابليكيشن تبعك أخي أنا من الجزائر عندي شهادة مهندس دولة في التكنولوجيا الغذائية لكني لم أعمل في هذا المجال عندي خبرة ثلاث سنوات في تدريس علم الأحياء والبيولوجي سنس إنه عندك خبرة في الأحياء السؤال إنه ماذا تنصحني سنس إنه عندك خبرة في مجال التدريس في مجال البيولوجي اذهب وكمل في مجال التدريس وفي مجال البيولوجي وأثبت حالك وتطور مش شرط إنه إذا شهادتك X فإنك أنت تشتغل في المجال X سنس إنه عندك خبرة في المجال Y سأذهب أنا طباخ شيف يمني هل إذا دخلت قطر بقدر أحصل فرصة تعمل في مطعم الأكل اليمني في قطر في مطاعم كثيرة والشعب اليمني الإخوان اليمنيين موجودين بشكل كبير فأنت أتوقع بشكل كبير عندك فرصة أنك أنت تشتغل لأنه المجال اللي أنت بتشتغل فيه موجود بشكل كثير كبير في دولة قطر ومطاعم كثيرة اللي موجودة في الأكل اليمني ومطلوبة أخي هل عمل في مطلوب في دولة قطر بشكل كثير كبير أنا لدي دبلوم سوبرفايزر HSE مشرفة من صناعي إنصحني قدم على شركات المقاولات فيه الفيديوهات اللي قبل أنا حكيت فيها عن الشركات اللي ممكن تواصل معها والمواقع اللي ممكن تواصل معها والجهات ممكن تواصل معها والكونتكتس اللي انت بتحتاجها لحتى تقدر تتواصل فياريت لو نحضر الفيديوهات اللي قبل اعمل سبسكرابي اعمل إنا بلا نتفيكيشن بلا حتى دائما نوصل لك نتفيكيشن عن الفيديوز بيطلع عندك العنوان عجبك حتدخل عليه وأنا كثير منزل فيديوز بهذا المجال عندي خبرة في مجال خدمة البيوت ممكن ألاقي شغل خدمة البيوت مطلوب كثير في دولة قطر سنسى انه في عائلات أصلاً أبو الأم كثير يوجو اللي بيكونوا بيشتغلوا السنجلز أو الناس العزبية الموجودة في جود دولة قطر كلهم بيشتغلوا فإحنا أنا شخصياً مثلاً نطلب شركة تنظيف تيجي مثلاً عندنا كل أسبوع مرة أو مرتين بتنظف البيت شكل كثير كبير وهذا التزام دائم يعني انت ما حدا راح يبطل لنظف بيته لأنه هيك طبيعة المعيشة هون أنا بحكي انه انت تواصل مع شركات التنظيف الموجودة في دولة قطر ودخل على جوجل اكتب شركات التوظيف في دولة قطر أو التنظيف في دولة قطر وبرضو شركات التوظيف اللي بتزود الأيدي العاملية لهاي الشركات أنا مهندس مدني ممكن تفيدوني بمعلومات في المجال إخواني أرجو انك انت تحط تفاصيل انت محتاج انك انت تعرفها اسأل عن الشيء محدد بشكل مباشر بعد تلك رسالة عن المسنجر ياريت نتواصل حابب اسألك على حاجة ان شاء الله انه أنا أكون ردت شباب اللي بعتلي على المسنجر او ما اذا ما ردت بعد يوم ويومين فبليز بعتلي مرة ثانية بصير عندي او ما انتبهت او ما اخي الكريم عندي شاهد بكالوريس ادارة واقتصاد محاسبة اقدر اشتغل وعيش بقطر امنيتي هاي هل تتحقق هاي الجنة الاخيرة ما تحطها في الكمنت السابعونك ان شاء الله انه بتقدر تشتغل لكن دك تدور اكثر بدك تحاول توصل بشكل اكبر كل المجالات شباب كل المجالات في مجالك انتشتغل في قطر زيها زي اي دولة ثانية ما احد يفكر انه دولة قطر هي عبارة عن حلم ما رح يتحقق الفكرة في الموضوع انك تشتغل على حالك وتقدر انك انت توصل لاصحاب القرار او للشركات المطلوبة وتظلك دايما تتابع شو الوظائف الموجودة وعلشان هيك فيه جروب عملنا على الفيسبوك انا برضو موجود فيه وعمل نزل فيه علنات دائما عن وظائف موجودة دولة قطر فيا ريت انك انت تشترك في هذا الجروب اسمه job job.opp job opportunity اخي الكريم ممكن الفائدة كيف الشخص استطيع السفر من سوريا الى قطر للجواز بقطرية علما انه في سوريا يسكن خارج عن مناطق سيطرة النظام صراحة راح ادخل في موضوع السياسي بس موضوع الزواج باي جنسية مش قطرية او عربية او هندية او اتعبر يعود للشخصين اللي دم يتزوجوا اهلهم انا اكيد اكيد ما اقدر احكي لك شو تسوي عشان تقدر تتزوج من اي جنسية من اي بنت في العالم السلام عليكم اخي الكريم انا تيتشر اهلا وسهلا خريجة جامعة حكومية وممكن الاقي وظيفة جاوبت هذا السؤال كتير وزارة تعليم التعليم العالي للجامعات واتيفر في جامعة قطر في مدينة تعليمية فيها جامعات اجنبية فبدل تقدر تواصل اخي شكرا لك انا من الجزائر ابحث عن عمل في قطر مهنتي هي تلحيم انابيب البترول والغاز قطر بترول يوم قطر غاز سلام نشكرك على هذا الشرح كل الحب اخي انا ما املك شهادة يعني صير ابحث عن شغل وانا لا املك شهادة طبعا ديفينتلي في المجالات اللي انت بتقدر تشتغل فيها السلام عليكم وفق مهندس مدني متوفر له عمل بقطر ولو في مواقع رجاء اكيد تواصل مع شركات الاستشارات الهندسية في فيديو من الفيديوهات اللي حقيتها في القناة والوزارات والمواقع اللي انت ممكن تتواصل معها ومع شركات المقاولات مرحبا اخي الكريم على الفيديو شكرا اخي الكريم على الفيديو كل العفو من فضلك انا محاسب رئيسي كيف اعمل تصنيف وهل ممكن تعطيني الموقع وهل لازم اكون بقطر لعمل التصنيف تصنيف يا شباب اللي انا حكيت عنه هو تصنيف المهندسين UPDA مش لتخصصات ثانية فبليز ما تخلط الامور اه ممكن اسألك سؤال انا حاب اروح على قطر لمدة عشرة ايام انا مقيمة باوروبا ومعي اقامة دائمة واثيقة بس ما معي جواز السفر كيف الطريقة اذا سمحت صراحة حاليا المعلومة هي مش موجودة عندي ان شاء الله بشيك عليها انا محامي لدي عشر سنوات خبرة هل اجد عمل في قطر جو اهد يعطيك العافية بس كل كلامك مختصر جدا يعني ما في تفاصيل اكثر اقصد بالتفاصيل انه ما شرحت بالضبط كامير راتب المقبول ابتداءا من ان شاء الله رح ينزل فيديو عن هذا الموضوع هي الفيديوهات ما تقدر تشمل كل اشي في فيديو فيديو قريبا رح ينزل عن هذا الموضوع رجاء اعمل سبسكرايب عشان توصل لك هذي او الفترة المناسبة للقدوم للبحث عن وظيفة بقطر دائما في الفيديوهات عم بحكي عن هذا الموضوع انه بدك من شهر لثلاث اشهر رح تتلاقي وظيفة اه وهذا الموضوع اعتمد على الرزق يعني انا ما بقدر ابد فيه وشكرا لك على كل حال كل العفو كل الاحترام على هاي الملاحظات من فضلك ما هي المواقع التي يمكن ايجاد البحث فيها على عمل حكيتها في فيديوهات موجودة على الشانل يا ريت لو نرجع نحن نضر بس الفيديو الموجودة قبل ونعمل سبسكرايب انابل نتفيشن باللمر المليون للمر المليون بليز اعمل انابل نتفيشن بالل علشان تقدر دائما على موبايلك يطلع لك نتفيشن بيحكي لك جاسر نزل فيديو تقرأ العنوان اذا عجبك بتدخل على هذا الفيديو ويوجولي بنزل كثير عن موضوع العمل شو لازم تعمل وكيف لازم تعمل وكيف تقدر تحصل على وظيفة السلام عليكم اني طالب سياحة وفندقة خريج من فندق الرشيد هل استطيع العمل في فنادق في قطر ديفينتلي شباب الفكرة في الموضوع ان غس نتواصل قوك انا معي دبلوم مساحة وقسط قسطة مع الشغل وانتواصل معك اهلا وسهلا ديفينتلي تواصل معي وشكرا كثير للك ważne للأسئل اللي اجتني انا هي KO رات أجاوب كثير اسئلة بالإثلاث الفيديوهات ان شاء الله ستكون فيديوهات محيدة بالنسبة للكم شباب ان شاء الله ستساعد لكل ا dehydرس اعمل تجدو انك اش الدعب ونسوق nårك ان فيديو الواضح لاتاعر تعرف عن الفيديوهات اللي عم تنزل دائم انضلك تابع الفيديوهات اللي بانزلها ارجع crafted الفيديوهات اللي كانت قبل لتوصلك دائمreh ان كثير من الموجود الذي تجيني اسئلة اصلا موجودة في فيديوهات تانية فحاول انك انت تتابع هاي الفيديوهات بالنسبة الاسئلة اللي بتيجي كثير جنيريك حاول انك تبعد عنها اعطيني كومنتز فيها اسئلة سبيسيفك وعطيني كومنتز خليني انا ادور عليك عشان اشغلك مش اني انا اكون بدي اساعدك عشان اشغلك زي ما حكيت ما في حدا راح يساعد حدا بدون ما يكون هو شخص مناسب للوظيفة شكرا لكم ان شاء الله بشوفكم في فيديوهات جاي واذا كتير الفيديوهات مفيد او الفيديوهات اللي انا عملتها عن اجابة الاسئلة مفيدة وان شاء الله انها بتكون مفيدة راح اتابع فيها وكل فترة راح اعمل فيديو اجابات للاسئلة اللي راح تيجي تابعتكم على الكومنتز فاكتبوا لي اسئلتكم في الكومنتز وشكرا لكم ويعطيكم الف عافية